بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لي لدي مشروع أضع خطة وأصنع دارة كهربائية بسيطة أولا نتذكر ما معنى دارة كهربائية بسيطة دارة كهربائية بسيطة كما تعرفنا في الحصة السابقة بها أسلاك عمود كهرباء وقاطع للتيار وجهاز مثل المصباح إذن أحضر مشروعي لإنجازي مشروعي أحتاج إلى عمود كهربائي ومصباح أربعة مشابك وشارط لسوق قطعة خشب أو ورق مقوّسة ميك مقاسها 21 على 42 سنتيمتر وثلاث أسلاك ربط مرنة وعجين مطاوع لاحظوا معي هذه قطعة ورق مقوّة عمود مشابك مصباح لساق عجين وأسلاك إذن كما تلاحظون ورق مقوّة عمود كهربائي مشابك أربعة مشابك وأسلاك ثلاث أسلاك ومصباح أولاً أثبت العمود باللساق أثبت المشابك في الأسلاك الثلاثة تلاحظون ثلاث أسلاك بها مشابك سأقوم بإلساقها على العمود على العمود ثم في المصباح إذن كما تلاحظون قمت بإحاطة القاعرة بالسلك ويجب أن يكون هناك تماث إذا لم يكن هناك تماث ستسبقة دار الكهربائية مفتوحة إذن كما تلاحظون دار الكهربائية بسيطة تتكون من عمود من أسلاك من جهاز أو مصباح ومن قاطع للطيار قم بترتيب ورتب مراحل الإنجاز بوضع 1 2 3 4 أثبت العمود الكهربائية على قطعة الخشب بالشريط اللصوق أنا رقم 1 ثم أقوم بتثبيت أو أثبت على طرف كل سلك المشبك ثم أثبت السلكين على العمود الكهربائي بوست المشبك وأضع السلك كما على الصورة إذن سلكين على العمود والسلك كما في الصورة رقم ثلاثة ثم أثبت المسباح بوسط العجين المطاوع والمشبك بالشريط اللصوق كما في الصورة أيضا هذا عجين الأفضل ندلو العجين حتى يثبت المسباح لنرقم أربعة الآن السثم المشروعي السعم المنتجي رفقة زملائي بالقسم نقوم كل بدوره بوضع المشبك المتحرك في وضع التماس مع المشبك السابت الثاني والتعليق على كيفية اشتغال دار الكهربائي البسيطة إذن حينما يكون القاطع المسباح لا يضئ وحينما يكون القاطع هكذا المسباح يضئ نقوله هذه دارة كهربائية مغلقة وهذه دارة كهربائية مفتوحة سنجري الدارة الكهربائية كما ترون هذا هو القاطع مفتوحة سنقوم الآن بغلقها رحضون حينما نغلق الدارة الكهربائية يضئ المسباح لكن يجب تثبيت المسباح بعجين مفتوحة